السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وأوقاتكم بكل خير أخواني وأخواتي من متابعي قناة كيفية الزراعة وتجذير النباتات في المنزل موضوعنا لهذا اليوم هو تقليم ورد الجوري للحصول على ورد وإزهار كثيرة طول موسم الإزهار يبدأ التقليم عادة بعد دخول النبات مرحلة السكون مباشرة وهذا يختلف من بلد إلى آخر حسب المناخ ويبدأ التقليم من منتصف شهر دعش شهر اثناث إلى بداية فصل الربيع بداية ظهور البراعم هناك عدة فوائد لتقليم ورد الجوري منها الحصول على ورد طول موسم الإزهار الحفاظ على شكل شجيرة الجوري ومنظرها بشكل معين قص الأفرع المصابة والمريضة والغير مرغوب فيها قص الأفرع اليابسة والمتكسرة والقص يكون بشكل مائل من الأعلى إزالة الأفرع المزدحمة والمتشابكة والسماح للشمس الوصول إلى وسط الورود والأهم من هذا كله هو تجديد شباب الشجيرة الضعيفة وتحفيزها على الإزهار طول موسم التزهير عندي في هذه الشجيرة أخصان كثيرة جيدة لكنها متشابكة مع بعض لذلك أحقوم بقص الأخصان وممكن الاستفادة من هذه الأخصان وعادة تجديرها وزراعتها وأكثر ورد الجوري عن طريق العقلة سبق وأن نزلت فيديو طريقة أكثر ورد الجوري عن طريق العقلة بطريقة مضمونة 100% وطريقة جدا سهلة وبسيطة هنا أنا عندي أيضا الأخصان الميتة كلها رح أنزيلها وإن شاء الله بداية الربيع رح تخرج عندي مكان هذه الأخصان اللي قصيتها أخصان جديدة ونشطة هنانا بعد ما قصينا وقلمنا ورد الجوري بإمكاننا الاستفادة من الأخصان الجيدة اللي قصيناها واللي كانت متشابكة في شجيرة الجوري وعادة تجديرها وزراعتها مرة أخرى أشوفكم الطريقة كيف نختار العود الجيد هنا نختار الغصن الأخضر الجيد الغير مصاب نقوم بإزالة الأوراق والأشواك اللي موجودة فيه من الأسفل بإمكانكم ترك ورقة أو ورقتين من الأعلى أو بإمكانكم قص الأوراق كلها أيضا يصير نقص بشكل مائل من الأعلى وبشكل مستوي من الأسفل ونزيل الأوراق عندي أخصان ورد الجوري كبيرة بإمكاني يقص أكثر من عقلة من الغصن الواحد وعادة غرسها في التربة بإمكانكم وضع العقل في محمية زراعية أو بإمكانكم أيضا نوضعها داخل المنزل بالقرب من النافذة وتخطيطها بكيس نايلون أو الببلاستيك للحفاظ على رطوبة التربة وفيه توضع في مكان دافئ وفي الربيع بإمكاننا نقل الشتلة إلى خارج المنزل وزراعتها في أرض الحديقة أرجو أن تكونوا قد استفدتم من فيديو هذا اليوم وأرجو الاشتراك بالقناة ودفعي للجرس وعمل مشاركة ولايك ليصلكم كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر